الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بهدف عدي جميع الأفراد المقيمين داخل المملكة التربية السعودية وإحصائهم مما يجعل التعداد السعودية 2022 ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030 وذلك نظرا لما سيوفره من بيانات ضرورية في سبيل تحسين عمليات صنع القرارات وكذلك اتخاذها من قبل الجهات والهيئات الحكومية وأيضا هيئات القطاع الخاص وجهاته ومؤسساته للحديث أكثر حول تعداد السعودية 2022 وحول مسجدات التعداد السكاني يسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ محمد الدخيني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء سيد محمد حياك الله معنا في المجد الوطن أهلا وسهلا حياك الله وحييك وحيي المشاهدين والمشاهدات جميعا بداية وحن نشهد في هذه الأيام الصخب الكبير وأيضا الحملة كبيرة بما يخص تعداد السعودية 2022 ودعنا نطلع على آخر المسجدات بخصوص هذا التعداد نحن الآن نشهد في المرحلة الحالية ختام أعمال التعداد العام للسكان والمساكن تبقى لنا تقريبا كحد أقصى ليلة أو يوم وليلة فقط لإنهاء أعمال التعداد اللوعد الفعلي اللي يمتد إلى حوالي 35 يوم ابتداء من 10 مايو الماضي وتنتهي في 25 يونيو هذه الفترة التي تمت فيها أعمال التعداد الفعلي أو العد الفعلي للسكان والمساكن جاب فيها الباحثون الميدانيون والمشرفون والمسؤولون عن العمل الميداني كافة مناطق المملكة للحصول على البيانات التي تتطلبها خطط التنمية في المرحلة القادمة وأيضا استطاعت الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الهيئة العامة للإحصاء من توفير نظام العد الذاتي الذي ساهم بشكل كبير في وضع المواطن والمقيم في مكان الراحة الذي يستطيع من خلاله أن يعطي البيانات بشكل أكثر سهولة وأكثر سرعة وأيضا أكثر دقة وخصوصية وتدفق البيانات بشكل مباشر إلى قواعد البيانات في الهيئة العامة للإحصاء من خلال العد الذاتي وبالتالي نحن الآن نتطلع إلى إغلاق وطي هذه الصفحة من أعمال الجمع الميداني للبيانات سواء كان عد ذاتي أو عد ميداني والانتقال إلى تحليل هذه البيانات والظهور بالنتائج المطلوبة جميل على ذكر العد الذاتي والبحث الميداني ممكن البعض يتساءل يعني الحمد لله نحن وصلنا إلى مرحلة كبيرة من استخدام التقنية ورقمنة العديد من الأنظمة والمنصات التساؤل قد يكون هل هناك ما زالت حاجة إلى الباحث الميداني في التعداد السعودية طيب ورما نروح أبعد شوي ونقول هل نحن أساسا في حاجة للتعداد مع ظل أو تحت في ضيطار وجود أنظمة إلكترونية قائمة جميل هذا التعداد هو ممارسة تمارسها كافة دول العالم لتوفير بيانات من أرض الواقع يتم فيها المسح الفعلي والحصول على البيانات بشكل مباشر الأنظمة التي قدمتها أجهزة الدولة سواء كان نظام أبشر أو صحتي أو توكلنا أو البيانات السجلية الموجودة في القطاعات الحكومية هي بيانات بلا شك أساسية ومدخلات مهمة للعملية التعداد العام للسكان والمساكن لكن نقع في إشكاليتين تتطلب أن تنفذ التعداد الإشكالية الرقم واحد هي التأكيد على أهمية تحديث البيانات وبالتالي يمكن لا يشخص الآن أن يتواصل مع وزارة مثلا الموارد البشرية للتأكد من المستوى التعليمي المقيد له في وزارة الموارد أو حتى في جهته فتلقى أخذ الدكتوراه وما زال أهل المسجل باكالوريوس وبالتالي تحتاج للتحديث البيانات أيضا البيانات الصحية القطاع الصحي الخاص ليس بالضرورة أنه مربوط بالقطاع الحكومي وبالتالي البيانات ليست متكاملة هذا سبب السبب الأول هو التحديث سبب الثاني الربط ما بين الأجهزة الحكومية هو الذي الآن تعمل الدولة على توفير أنظمة الربط ما بين البيانات بشكل عام لتوفيرها بشكل دقيق لراسم السياسة ومتخذ القرار ومع ذلك حتى وإن كانت محدثة ومربوطة فأنت تحتاج إلى الوقوف على المدلين بهذه البيانات تتعرف فعليا هل البيت ملك ولا إيجار هل هو مبني مسلح مثلا ولا ما زال بيت شعبي يمكن يكون بيت شعر لأنه حتى أهل البادية يعدون في التعداد العام للسكان والمساكن الاعتماد على الطاقة وغير المستوى التعليمي الحالة الصحية للأفراد تمكن بعض الناس ما يدري أن جاره عنده مريض معين بحالة أو بأعاقة أحتاج إلى عناية طبية ما يكشف مثل هذه البيانات وهذه المعلومات إلا تنفيذ إجراءات وأنظمة مثل نظام التعداد وبرنامج التعداد العام للسكان والمساكن هل السؤال تفضلت فيه هل نحن ما زلنا بحاجة للعد الميداني نعم نحن بحاجة للعد الميداني لأنه حتى تتأكد من دقة البيانات لابد أن يكون لك دور مباشر في الميدان للوصول إلى الوحدات السكنية ولكن العمل الميداني والعد الذاتي هو تقني مئة بالمئة وبالتالي الباحث الميداني يضرب عليك الباب ويسجل البيانات مع جهاز لوحي بذات الطريقة التي تعبيها وانت الحالك بالبيت من خلال العد الذاتي وبتدفق البيانات بشكل مباشر من الجانبين وبالتالي نحن نتحدث عن نظام تقني مئة بالمئة للتعداد العام للسكان والمساكن جميل جدا وعلى ذكرك العد الذاتي وأيضا حنا شهدنا الإقبال الكبير في المرحلة الأولى وكل شخص يعد بنفسه بجواله أو بجهازه كيف شفت إقبال الناس المجتمع سواء مواطن أو مقيمين أو حتى كافة الشرائح الموجودة كيف شفت إقبالهم على العد الذاتي واستخدامه من خلال الموقع نستطيع القول بأننا حققنا نسبة جدا ممتازة في العد الذاتي ونسبة يمكن أن نفاخر فيها في المرحلة القادمة بالمناسبة العد الذاتي ترى عمره يمكن حوالي العشر سنوات فقط في العالم وبالتالي تجربة قليلة تعتبر حديثة نوع عما ايه وطبقت بشكل بشكل بسيط في بعض الدول بعض الدول أفضل الدول تطبيق للعد الذاتي ما تصل إلى 50% وهي نفذت التعداد على مدى طويل وبالتالي الرقم الذي لست مخولا لإعلان نسبة العد الذاتي الذي اعتبر رقم جدا ممتاز وحققنا فيه المستهدف عالي وما زالت أمامنا خطوات قادمة طبعا نحن ننفذ التعداد في كل عشر سنوات المملكة تعتمد للعد الصفري اللي هو عشر عشرين ثلاثين وبالتالي هذا التعداد تأخر سنتين بسبب جائحة كورونا ولكن التعداد القادم سيكون في وقته بإذن الله تعالى في عشرين ثلاثين وليش هذا التعداد مهم لأن مخرجات هذا التعداد هي المدخلات المباشرة لرؤية المملكة عشرين ثلاثين وبالتالي تحتاج أن توفر البيانات الحقيقية الدقيقة والمحدثة والموثوقة لتوفيرها لراسم السياسات بالمناسبة التعداد ليس هو المدخل الوحيد للبيانات التي ستصدرها الهيئة العامة للحصاء وهذا تحديث جديد في عشرين اثنين وعشرين احنا بالإضافة إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن ستكون عندنا مدخلات البيانات السجلية اللي ذكرناها قبل شوي وانا تحتاج إلى تحديث دخول البيانات السجلية سيكون شيء أساسي لمعالجة أيضا البيانات المتعلقة والخاصة بالتعداد أيضا المدخل الثالث إذا سمحت لي على شرح السجلية هي تقصد فيه السجلات الموجودة لدى الوزارات والجهات الحكومية بالضبط البيانات تسمونها بيانات السجلية البيانات الإدارية هذه البيانات المقيدة في الجهات الحكومية بشكل نعم ستكون مدخل إلى جانب التعداد العام للسكان والمساكن الثالث هي البيانات الضخمة البيانات الضخمة اللي يمتلئ فيها الفضاء الآن في مواقع الانترنت بيانات الشركات وغيره والجهات المستخدمة للتقنية كلها ستكون مدخل رئيس في الهيئة العامة للإحصاء لتحليل البيانات بشكل أكثر دقة ويجعلنا نصل إلى بيانات عالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها لتوفير القرارات للمرحلة القادمة التي تدعم تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين جميل مثل ما ذكرت أن أؤكد على المعلومة الإصراحة أعتقد أنها جديدة على الكثير أن التعداد ليس فقط المدخل الوحيد لهذه المعلومات التي سوف تصدر من قبل الهيئة في الأيام القادمة طبعا هذه هي الممارسة المحدثة والجديدة الممارسة الجديدة هي أن لا تعتمد على فقط مدخل واحد الفضاء أصبح مليء بالمعلومات ورقمنا قادة الناس إلى كثير من وجود بيانات وأرقام تحتاج أن تتعامل معها بشكل احترافي وهذه هي الآلية التي يمكن من خلالها أن تقدم هذا التصور بشكل مهني وتستفيد أيضا من المقدرات على الأرض لتحقيق المستهدف من التعداد وما يزيد أيضا على التعداد العام للسكان والمساكن جميل معا انتهاء العدد الذاتي اللي شهدناه في الفترة الماضية وأيضا شهدنا العديد مننا يا من تشاهد أو تشاهدين بالتأكيد كان وصول العديد من الباحثين الميدانيين إلى المساكن وكافة الأحياء وش الإضافة للباحث الميداني اللي ممكن يضيفها على هذه المعلومات مقارنة بالعدد الذاتي اللي ممكن كل شخص يقدم بنفسه على الموقع هي الجمع البيانات بالنسبة للتعداد العام للسكان والمساكن على الجانبين أما أن يكون من خلال العدد الذاتي والمواطن أو المقيم يدلب البيانات بشكل مباشر أو أن يكون من خلال الباحث الميداني اللي بيزور الأسرة وبيجلس مع رب الأسرة ويستوفي البيانات المطلوبة منه بشكل مباشر فالباحث الميداني بذاته لا يقدم شيء هو فقط ينقل هذه البيانات من رب الأسرة إلى أنظمة الهيئة العامة للحصاب من خلال استمارة التعداد وبالتالي أكثر من 30 ألف باحث وباحث ميدانيين يساهمون في تعداد المملكة 2022 أثرهم قوي وواضح ويضيفون بلا شك ويتحملون الأجواء الحالية درجة الحرارة العالية المرتفعات والمنخفضات والرطوبة وغيرها من الأجواء الصعبة ومع ذلك يقومون بعملهم بكل إتقان ووصلنا إلى نسب متقدمة من إغلاق الاستمارات والتي كما ذكرنا ستنتهي إن شاء الله تعالى خلال اليومين القادمة جميل وحنا نتحدث عن الباحث الميداني وممكن وتحملهم صراحة لنوجههم تحية في هذه الأثناء الأجواء في هذه الأيام الممكن بعض يقول مسألة سرية المعلومات إذا أنا ما سجلت معلوماتي بنفسي سواء أنا أدخلت معلومات أو عن طريق الباحث الميداني وش الضابط أو وش اللي يضمن السرية هو يا خائل التخوف من أن الهيئة العامة للإحصاء ممكن أن تستخدم هذه البيانات لتقديمها إلى طرف ثالث أو إلى جهات أخرى تنظيم الهيئة العامة للإحصاء ونظامه يمنع بشكل مباشر أن يتم مشاركة البيانات ذات الخصوصية بمعنى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أعطي رقم هاتف أو أعطي سجل مدني أو رقم إقامة أو أن أحدد إقامة مكان في موقع سكني معين وحدة سكنية معينة كل هذه البيانات نسميها البيانات التفصيلية هذه البيانات التفصيلية لا يجوز للهيئة العامة للإحصاء ومشاركتها مع أي جهة كانت وهذا تنص عليه الأنظمة الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء وأيضا نظام الهيئة العامة للإحصاء وبالتالي لا عذر من أن البيانات ستكون بشكل أو بآخر عرضة للمشاركة مع أي جهة أخرى هذا نظام وتنظيم يمنع وبالتالي الأنظمة وهذه معلومة خلينا نقولها نحن في التعداد الخامس الآن أربعة تعدادات مرت لا يوجد حتى اليوم معلومة وحيدة تم تسريبها من قواعد البيانات في الهيئة العامة للإحصاء رقم جوال أو غيره بالمناسبة ننفذ التعداد كل عشر سنوات لكن عندنا أكثر من أربعين مسح أربعين مسح ينفذ بشكل سنوي الشهر موجود فيه مسحين وثلاثة عيناتها بالآلاف كل البيانات ذات الطابع الخاص لا يمكن مشاركتها مع أي أحد ما تقدمه الهيئة العامة للإحصاء هي بيانات كمؤشرات وأرقام قياسية وما يتعلق بذلك لكن التفاصيل لا تنشر مثلها أيضا حتى بيانات الشركات والقطاع الخاص عندنا استبانة نبواك تجاوب عليها أنت كرب عمل كشركة طلبنا فيها مثلا رأس المال وغيره وعدد العمال وما يتعلق به هذه البيانات لا يمكن مشاركتها معه ما يتم مشاركته هي مخرجات هذه البيانات بعد تحليلها إذا سمحت لي فيه رسالة مهمة في هذا الموقع نحن باقي لنا تقريبا حوالي يعني خلينا نقول 24 ساعة لإغلاق برنامج التعداد وإنهاء فترة جمع البيانات وهي مشاركة وطنية بلا شك ومسؤولية أيضا اجتماعية على المواطن وعلى المقيم والإدلاء بالبيانات ليست مسألة اختيارية هي مسألة إلزامية وبالتالي نصت الأنظمة في التعداد العام للسكان المساكلة وصادرة من مجلس الوزراء بأنه مرتب على هذا الإجراء الذي يقوم فيه المواطن المقيم بالامتناع عن الإدلاء بالبيانات رتب عليه ما يتعلق بالإلزام في المرحلة الأولى والمتابعة في المرحلة الثانية والإشعار في المرحلة الثالثة ومن ثم إيقاع العقوبات والغرامات المالية وغيرها وهي دعوة الاستثمار المتبقي من الوقت لتعبئة الاستبانة سواء كان من خلال العد الذاتي الذي لا يزال رابطه متاح أو انتظار زيارة الباحث الميداني والتعاون مع الاستفاء هذه البيانات والمشاركة الفعلية لأن هذا الجيل الذي شارك في تعداد عشرين واثنين وعشرين هو سيكون بإذن الله تعالى ساهم في تحقيق رؤية المملكة عشرين وثلاثين بحول الله صحيح بذن الله وهذه نقطة مهمة ذكرتها السيد محمد وعلى ذكرك للرابط رابط تعبئة البيانات البعض ممكن يتساءل كيف ممكن أتأكد من أمان وأن هذا الرابط الرسمي للهيئة العامة للإحصاء نحن اليوم في اليوم الثالث والثلاثين وتقريبا الملايين من المواطنين والمقيمين أرباب أسر أو أفراد شاركوا بتعبئة البيانات وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة اختراق أو تحايل من خلال استخدام اسم الهيئة العامة للإحصاء أو روابط الهيئة العامة للإحصاء هذا من حيث المبدأ لكن في طريقة سهلة جدا سهلة جدا وهي الدخول على المنصات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء البوابة أو بوابة التعداد أو حساب الهيئة العامة للإحصاء في منصة تويتر أو غيرها من المنصات ويتوفر الرابط بشكل مباشر للدخول عليه في البايو أو منطقة التعريف بالحساب للتأكد من أن هذا الموقع دقيق وصحيح لا بد أن تسجل من خلال نفاذ الوطني النفاذ الوطني هو موقع عالي للأمان كافة الجهات الحكومية تتعامل معه لا يمكن أن تفتح الاستمارة وتبدأ تعبئة الاستمارة من خلال وصول تأكيد من نفاذ الوطني بأنك ستدخل الآن إلى استمارة العد الذاتي واستكمال على الرقم المخصص لك في أبشر بالضبط وبالتالي مستوى الاختراق أو إمكانية الاختراق صعبة جداً مع النظام الذي وضعته الهيئة العامة للإحصاء والربط الذي حصل مع نفاذ الوطني ومن خلال حسابات أبشر جميل جداً وصراحة هذه فرصة سيد محمد بحضور هيئة الإحصاء وأيضاً دائماً نشيد فيها يعني هذه الكمية من المعلومات والتوعية التي شهدناها خلال أشهر الماضية منذ قبل رمضان بفترة منذ إطلاق الحملة والتهيئة إلى العاشر من مايو شهدناها وحملة كبيرة جداً إلى وصولاً إلى بدء العد الذاتي إلى البحث الميداني من قبل البحثين الميدانيين إذا سمحت لي وحنا مثل ما ذكرت حنا على بعد ما يقارب لـ 24 ساعة من نهاية جمع البيانات ممكن نصيحة أو كلمة أو توصية لكل من يصل البحث الميداني إلى بيته خلال الساعات القادمة وقبل النصيحة خلنا نقول شكراً لأننا سجلنا الحقيقة مواقف في غاية الجمال من المواطنين والمقيمين للتعامل مع الباحثين الميدانيين كرم أخلاق رقي في انتظار الباحث الميداني حتى ينتهي من عمله التحمل في هذه الأجواء الحارة أو الممطرة في الأماكن التي تمطر فيها في هذا الجو من التكامل الذي حتى تتصور وتتخيله أنت تتحدث عن زيارة لكافة الوحدات السكنية في المملكة معنى كافة الوحدات السكنية في المملكة معناها كل مكان في المدينة وفي القرية وفي الهجرة وفي البادية كل هذه المواقع السكنية تمت زيارتها من خلال الباحثين الميدانيين في فترة 35 يوم عمل جبار جدا فقط قابله المواطن والمقيم بالاستقبال اللطيف والتعامل الراقي الذي حفز الباحث الميداني لاستكمال مهامه هذا لا يلغي أن يوجد في الموقف أيضا ما يشوبه من الأشياء التي لا نحبذها بعض الرف إعاقة الباحثين عن أداء مهامهم شيء من هذا القبيل وهي محدودة جدا لا يمكن أن تمثل نسبة داخل النجاح الكبير للتعداد العام للسكان والأساكن ولكنها أيضا مزعجة وبالتالي النصيحة التي نقدمها استغلال الفترة المتبقية لاستكمال البيانات واستثمار إتاحة العد الذاتي حتى اليوم لاستكمال هذه البيانات وأيضا تلافي الخضوع للعقوبات أو الغرامات المالية التي وضعها النظام نظام الهيئة العامة للإحصاء وأتصور أن 35 يوم كانت كافية وأيضا 24 ساعة متبقية كافية بالمناسبة الوقت الذي ستستغلق للإجابة على هذه الاستبارة لا يتجاوز 20 دقيقة في حال أنه عندك خمسة أطفال في البيت وإذا دخلت من خلال النفاذ الوطني لن يستغلق أكثر من 10 دقائق لأنك ستجيب فقط على الاستمارة الأساسية التي فيها الخصائص للأسرة ولأبناء الأسرة وللأب وللأم وللعاملين في المنزل فهي فرصة أن نشارك بشكل أو بآخر ومن خلالكم أيضا نقدم الشكر لكل مواطن ومقيم ساهم في تعبئة هذه الاستبارة منذ البدايات الأولى وبالمناسبة الأرقام كانت عندنا في تصاعد ولله الحمد حتى اليوم ونحن نراجع الأعمال بشكل يومي حتى اليوم الأعمال تتجه إلى تصاعد للإغلاق وهذا يعني ما يدعو إلى الاعتزاز بهذا الوطن وبأبنائه وبالمقيمين عليه لدعمهم السريع لهذا المشروع وإن شاء الله أن تكون نتائجها بحول الله تعالى دائمة لتحقيق مستهدفات الرؤية بحول الله تعالى بإذن الله بعد كل هذه الجهود أستاذ محمد واللي شهدناها وتكاتف المواطنين والمقيمين وتعاونهم مع كافة الأجهزة ومع الهيئة العامة لإحصاء بشكل خاص في الفترة الماضية نشهد بإذن الله هذا النجاح وهذه المخرجات في بيانات تقدم وتساهم في نهضة المملكة وفي تحقيق رؤية المملكة 20-30 إن شاء الله في الأعوام القادمة أستاذ محمد سعدنا بوجودك معنا في المجد الوطن شكرا جزيلا لك شكر لكم شكر لقناة المجد على هذه الاستضافة سعدت بها وأن نطل من خلال القناة بعد هذه السنوات من الانقطاع للمشاركة في هذا العمل الوطني الذي الحقيقة سيكون بإذن الله تعالى علامة فارقة للتغيير وتحديث الأرقام وتوفير القرارات الداعمة بحول الله تعالى لرؤيتنا ولمشاريع الدولة وتوجيهها بما يحقق إن شاء الله المصلحة للمواطن والمقيم بإذن الله تعالى شكر لك وأيضا متواصل معكم